ونرحب بضيفنا من واشنطن مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لورنس كورب سيد كورب عندما يقول لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي بأن الرد سيكون حاسم ولكن على مستويات عدة بعد الضربة في الأردن ونالك مواقع ونقاط وأهداف وضعتها بزارة الدفاع الأمريكية أي من هذه الأهداف قد يكون الحاسم مع تعدد ما قاله لويد أوستن بشأن استهداف خصوم واشنطن وفي مقدمهم الذرع تهران أعتقد بأننا ما سنرى هو أن الولايات المتحدة ستكثف خطواتها ضد القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا لقد هجمناهم من قبل ولكن لم تكن الهجمات كبيرة أعتقد أنه ستكون هناك هجومات كبيرة لأنه من الوظائح بأن كتائب حزب الله التي هي مجموعة عراقية تدعمها إيران كانت مسؤولة عن قتل الأمريكيين الثلاثة وأعتقد بأن هذا ما سنراه بكل التأكيد الرئيس بايدن عليه أن يرد لأن أمريكيين قتلوا ومن جانب آخر لا نريد أن تكون هناك حرب مع إيران ولا الإيرانيون يريدون ذلك إذن يمكن أن نبقي تلك الهجمات ضد فقط المجموعات أو الحوثيين ويمكن أيضا أن نكلفهم ونحدث أضرارا حتى لا يهدد الأمريكيين في المستقبل ولكننا لن نلجأ إلى حرب مع إيران ولكن الاسداف القاعدة الأمريكية في الأردن يفرد مخاوف لدى طهران من مواجهة مفتوحة وعلى أكثر من جبهة هذا ما تحدثت عنه الصحافة الأمريكية في الساعات الماضية ولكن دقة الأهداف الأمريكية محصوبة أيضا بالمواقيت في حال تأخرت هذه الضربة التي لم يحسم توقيتها بعد من قبال البنتاجون نعم هذا صحيح لقد كان هناك أكثر من 160 هجوما ولا أحد من تلك الهجمات قتل أي أحد طبعا وهذا الهجوم أدى إلى قتل ثلاثة أمريكيين وأصيب أربعون بسبب إخفاقهم في إسقاط المسيرة وهذا فعل كانوا يفعلونه دائما في محاولات الهجمات السابقة أعتقد بأن هذا ما سنجده بكل تأكيد في التحقيقات ولكن بسبب قتل الأمريكيين فعل واشنطن أن ترد عسكريا وأيضا سياسيا سيكون هناك ضغط هائل على الرئيس بايدن لفعل شيء ما وهذه سنة انتخابات وحتى ولم يكن في سنة انتخابات فعليه أن يفعل ذلك ولكن هناك ضغط عليه للرد بقوة ومن المهم الأخذ في عين الاعتبار بأن إيران حين تدعم تلك المجموعات فهي لا تسيطر عليها تماما المجموعة الوحيدة التي تسيطر عليها إيران هي حزب الله ولكن لا أعتقد بأنهم قادرون على مثلا سيطرة على الحوثيين ولا على وقف كل تلك المجموعات التي تدعمها إيران في العراق ولكن تحميل تهران اليوم هذه المسؤولية من قبل واشنطن هو خطاب سياسي مباشر إعادة إدراج أيضا جماعة الحوثي على لوائح الارهاب العالمية من قبل واشنطن أيضا رسائل وموقف مباشر ولكن الحسم العسكري في حال تأخره أي تبعات ستترتب على الولايات المتحدة وهذا ما تحدث عنه واشنطن بوس بأن الأثمان ستدفع مضاعفة آمل بأنه لن يتم تأجيل الضربات أو ردة الضربة على تلك المجموعات المسؤولة عن ذلك الهجوم طبعا الأمر يتعلق بإضعاف مجموعات مثل كتائب حزب الله والحوثيين وهذا أعتقد بأن الإيرانيين طبعا نحن طبعا لن نهاجم إيران ولكن إيران ستحاول الآن السيطرة على تلك المجموعات وإذا نشبت حرب بين الولايات المتحدة وإيران فهذا سيرفت الأنظار عن الحرب الدائرة في غزة وطبعا إيران تسعى لأن تقوض طبعا إسرائيل وتقيم دولة فلسطينية مكانها نأمل بأن هذه ستكون فرصة لفعل ما كان ينبغي أن نفعله في السابق ولكن هذه المخاوف الحرب الواسعة تدخل أيضا على خط السياسة الداخلية الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب تحدث بأن العالم مقبل على حرب عالمية ثالثة هو حمل المسؤولية لإدارة الرئيس جو بايدن وللحزب الديمقراطي كيف تدخل هذا السجال السياسي مع مخاطر هذه الضربات في البزار أو في المسار الانتخابي الأمريكي نحو البيت الأبيض بين المتنافسين ليس هناك شك في حقيقة أن ترامب الرئيس السابق بأنه سيقول هذا كله خطأ بايدن ولكن إذا نظرنا بموضوعية فترامب كان حين كانت تلك قواتنا تلك في روسيا والعراق لم يكن بايدن الذي وضع تلك القوات هناك إذن والهجوم الذي حدث في غزة أو ضد إسرائيل في 7 أكتوبر بعد ذلك الهجوم رأينا القصف على القواعد الأمريكية ولم يقتل أي أحد ولا أحد رد وللأسف طبعا حدث الحادث الأخير وقتل ثلاثة أمريكيين ولكن أظن بأن الرئيس بايدن سيرد بقوة بكل تأكيد والأمريكيون بطبع لا يريدون أن يروا الجنود الأمريكيين بأعداد كبيرة في الشرق الأوسط بالنظر إلى تجربتين في أفغانستان والعراق والتين أدت إلى مقتل آلاف الأمريكيين وثلاثة أو ثلاثة حوالي تريليون دولار أنفقت هناك الإجراءات التي تحدث عنها لويد أوستن البنداغون وضع هذه الخطة الحديث عن تهديد مباشر من قبل جماعة الحوثي للملاحة الدولية وهذا ما تبعناه لأسابيع طويلة الحديث أيضا بأن كل هذه الجماعات الموالية لإيران هي التي تؤجج كل صراعات المنطقة بين الضربة العودة إلى طاولة المفاوضات الخروج أيضا من الحر المفتوحة في قطاع غزة أي من الأولويات لكل من المرشحين الأولوية ستكون بكل تأكيد حل هذه الحرب في غزة لأن هناك ستة وعشرين ألفا قتلوا وثلاثة أمريكيين طبعا قتلوا وأي وفاة أو أي قتل طبعا هذا شيء ضعيف ولكن كل هذا يوجب حل هذه القضية الشائكة نتذكر بأنه مثلا سيد ويليام بيرنز رئيس السي آي اي كان قد قابل نظيره المصري وأيضا رئيس الوزراء القطري في محاولة لحلحلة الوضع وما يبدو مثيرا للاهتمام أن حزب الله أظن بأنهم لن يهاجموا وأظن أن الإيرانيين قالوا لهم نرجوكم أن لا تصعدوا حتى لا تتوسع الحرب وحتى تبقى الأنظار مسلطة على غزة وهذا سيضر أيضا إيران والولايات المتحدة إذا كانت هناك حرب بين الطرفين والرأي العام في إيران لا يدعم حربا ضد الولايات المتحدة فالاقتصاد الإيراني طبعا يعاني كثيرا ورؤساء أو مسؤولون سابقون مثل ضريف يقولون بأننا بحاجة إلى ردود متناسبة لما يحدث أشكرك جزيلا شكر مباشرة للعاصمة الأمريكية واشنطن مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لورنس كورب من جديد شكرا لك